أيضاً عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً لمتابعة إجراءات تنشيط قطاع التمويل العقارية وخلال الاجتماع أشار رئيس الوزراء إلى توجهات الرئيس السيسي الخاصة بأهمية العمل على تنشيط قطاع التمويل العقارية وتقديم المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بإجراءات حصول المواطنين على وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري لمختلف الشرائح ووجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل لدراسة كيفية الدفع بهذا القطاع ونموه من خلال إقرار المزيد من التعدلات التشريعية والإجراءية بالتنصيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي والجهات المعنية كما وجه مدبولي بالعمل على سرعة الانتهاء من قانون المطورين العقاريين وإعداد حملات إعلامية عن تعديلات قانون الشهر العقارية وما تتضمنه من تيسيرات لإجراءات التسجيل العقاري مع سرعة وضع تصور لخارطة الطريقة لدفع نمو التمويل العقارية وتعزيز دور هذا القطاع المهم في الاقتصاد المصرية